اشتركوا في القناة فيتصدر اسم منبين البحث ان لله وان اليه راجعون وبعد الاعلان عن وفاة منبين عضو الفرقة الكورية تصدر اسم محركات البحث ان لله وان اليه راجعون تم العثور على منبين الشهير عضو فرقة استروميتا في منزله في سيول مساء اليوم الاربعاء وذلك عن عمر نهز الخمسة وعشرون عام وقالت الشرطة المحلية في بيان نشرته وكالة يونهاب للانباء يبدو ان منبين انتحر قال مسؤول الشرطة انهم يعتقدون ان منبين مات منتحرا ويفكرون في اجراء تشريح للجسة للوقوف على سبب الوفاء حيث تم العثور على منبين ميتا في منزله حوالي الساعة السامنة وعشرة مساء بالتوقيت الكوري ان لله وان اليه راجعون منبين كان يعيش مع عائلته بمن في ذلك اختمون سوى عضو فرقة البوبة الكورية اعزائي المتابعين وكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته